بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العاشر بنفسالين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم هبقى معاكم إن شاء الله بإذن الله صناعة الأفقار الإبداعية أنا محمد شالتوت أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم ومدين مركز التعليم الإلكتروني كلية الشرق العربي بالمملكة العربية الصعودية إن شاء الله هبقى معاكم في خلال اليوم ده كامل طبعا في البداية بشكر فريق سناف جرافيك لأنه استضافني النهاردة أنا سجلت لكم المحاضرة كتسجيل عشان تبقى الريزوليوشن عالي مايبقاش ريزوليوشن السناب بيبقى طعيف شوية وبعد كده هرفع على القناة بعد ما ينتهي اليوم واللقاء بتاعنا بإذن الله تعالى إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على صناعة الأفقار الإبداعية وإزاي نقدر نصنع الأفقار الإبداعية بشكل مبسط وخلال اليوم هنتفاعل مع بعض سويا في أسئلتكو في تدريبات عملية لو احتاجتوا كده حسب طلبات حضراتكو بإذن الله تعالى وبعد كده كل ده هنتسجل ونفعل القناة عندي بحيث اللي الناس تقدر تجعلو كأي وقت دي حساباتي الشخصية على موقعي الشخصي قناتي على اليوتيوب حسابي على الإسناب وحساباتي على تويتر وإستجرام والفيسبوك بحيث اللي الناس تتواصل معايا بعد كده إن شاء الله بإذن الله خلينا ندخل مع بعض في موضوعنا صناعة الأفقار الإبداعية وده موضوع ناس كتير بيقرقها أو بيتعبها شوية هبدأ بسؤال الناس كتير بتسألهوني خلال لقاءاتي خلال محاضراتي بيقول لي أنا لا أستطيع أن أخلق الأفقار يعني ناس تقول أنا عندي جفاف في الأفقار أنا كنت مبدع ودلوقتي دماغي مأفلة مش قادر أعمل أي شيء وبعد الناس تقول لك أنا في التصميم أو في مجال الدزاين أو غيره أو غيره المجالات بتاعتنا كلها مش مبدع أنا برد عليهم بس بإجابتهم وهرد الإجابة دي إزاي خلال المحاضرة اللي أنا بقول عليها دلوقتي كل واحد مننا مبدع في مجاله بس بطريقته إن أراض يعني كل واحد مننا عايز يبقى مبدع حسب ما هو يعوز بعض الناس مش عايزة مأفلة دمخة وده اللي إحنا هنبدأ نتكلم عليه هنبدأ نمشي نقطة نقطة إيه الأسليم أنا حبيتها بسط المعلومة ما حبيتش أدخلكه في الأجزاء بقى بالتفاصيلها والحاجات دي كلها لأ حبيتها دي زي إضاءات كده تفتح الطريق قدام الناس بحيث ترجع الإبداع عندنا للإبداع نشف أو جف من عنده تخلي الناس اللي عندهاش أفكار تبدأ تنشط الأفكار بطريقة اللي إحنا هنتكلم عليها بس قبل ما أدخل فيه نقطة مهمة في معادلة لازم أي شخص من المصممين أو الناس اللي عايز يبقى مبدع لازم يكتشفها بداخله الأول لو إنت ما اكتشفتش ده بداخلك للأسف هتعاني شوية في الإبداع هتعاني وممكن ما يطلعش الإبداع من عنده لازم يبقى عندك شغف عشق استمتاع بمعنى إيه الحاجات دي كلها إحنا بنشتغل في مجال التصميم بجميع أنواعه ديزاين جرافيك في المطبوعات في 3D غير وغير وغير في الرسوم المتحركة لو إنت ما عندكش شغف لللي إنت بتعمله بإيدك مش هتوصل للإبداع لو ما عندكش عشق يعني بتعشق الشغل بتاعك ومستمتع به الثلاث حاجات دولة ومش متحققين جواك هيبقى صعب الإبداع علشان كده فيه ناس كتير هي شغالة مؤدية مؤدية دي مشكلة يعني شغال موظف في مجالنا ومجال التصميم وغيره المجال اللي فيه الإبداع ما ينفعش تبقى موظف لازم تبقى مستمتع لازم تبقى عشق للشغل بتاعك كلنا بندور على الماديات أو الفلوس ما عنديش مشكلة في دي بس دور على الفلوس وانت عندك شغف باللي انت بتقديه دي نقطة مهمة في البداية حبيتها ضئها معاكو اللي لازم تطلعوا الحاجات دي جواكو لازم تحس بالحاجات دي لو ما حسيتش بالحاجات دي هتوعاني الى ان توصل للإبداع لو الحاجات دي متوفرة بينك هيبقى سهل جدا نوصل للإبداع وهنوصل للإبداع بأول نقطة من خلال اللي حولنا الحياة حولنا ملهمة اي حاجة في الحياة حولنا ملهمة بس فقط محتاجين بعض الخطوات اللي نعملها واللي هبدأ اعمل عليها الطريقة بتاعتي علشان استفيد من إلهام الحياة حولي لازم افتحيني لازم اتخيل لازم احلم لازم اركز التفكير لازم اعمل خطة للتطبيق بعض الناس هتقولك الجميل كل دي انا بعمله بس برضو الإبداع مش راضي يوصل مش عارف اخلق أفكار إبداعية وعلشان كده انا عندي خلطة او عندي مجموعة من النقاط مختصرة من التفكير الإبداعي من التفكير خارج السندوق كل دي مسامليات كتيرة هتسمعوا عنها لو عملتوا سرش على الإنترنت علشان تطلعوا أفكار إبداعية انا حبيت تلخص بعض النقاط هنمشي خطوة بخطوة مع بعض وبإذن الله تعالى لو اتدربنا عليها نوصل للإبداع بإذن الله اول نقطة عندي كيف أكون بذلك هرد على السؤال بتاع الناس ازاي افتحيني ازاي اتخيل ازاي اركز ازاي اعمل الحاجات دي كلها عن طريق هذه الخريطة الماب بتاعتي اللي فيها تخزية بصرية محتاجها عصف ذهني كن طفلا التجربة والخطأ وقت للتأمل لنفسك ابحث عن الإلهام اللي يساعدك على خارق الأفقار والجودة ولاك كمية كل ده جميل هنمسي نقطة نقطة سريعا كده علشان تبقى حاجة بسيطة ونبدأ بأول نقطة مهمة اللي بيخفلها الكتير مننا للأسف مصممين كتير ناس شغالة في مجال الفن كتير بيخفل التخزية البصرية هو بيقول أنا خلاص وصلت بقيت مبدع أنا خلاص ليه اسم في مجال التصميم وغيره أنا مش محتاجة أعمل تخزية بصرية أنا بقوله ده خطأ جدا لا أنت محتاج تعمل تخزية بصرية على مستوى المشاريع اللي أنت بتاخدها يعني في بداية أي مشروع أنت بتاخده لازم تعمل تخزية بصرية بما يفيد المشروع بعمل تصميم مجموعة براند كامل مثلا لشركة قهوة فلازم أبص شركات القهوة أو الناس اللي بتشتغل في البن عمله إيه في التصميمات عشان يبقى أنا عندي فكرة المجال ماشي إزاي عشان أبدأ أختلف عنهم وأعمل حاجات مبدعة على المستوى العام مش شرط يبقى في المشاريع بس اللي أنت لازم يبقى كل واحد مننا ليه وقت للتخزية البصرية يعني يغز عين فعندي نوعين من التخزية البصرية نوع تخزية بصرية سريعة أو مشاهدة سريعة ودي بقى متع عيني بأشياء جميلة إحنا حولينا كلنا في الشارع وغيره في عشوائية بصرية حوالينا في كل حتة تلاقي في عشوائية بصرية ألوان كتيرة بتسبب زي ما بيقولوا كده يعني فقر بصري وبتخليك اللي أنت مشوش لازم تمتع عينك بمشاهدة سريعة ممكن مشاهدة سريعة تبقى عن طريق قنوات الفضائية زي ناشنال جيوجرافيك على الطبيعة ممكن على الطبيعة الحرة لو أنت في البلد بتاعتك فيها أماكن زراعة أماكن على البحر اطلع متع عينك تخزية بصرية الشرطة في التصميم بس أو على التصميمات تخزية بصرية للطبيعة للحياة هتخلي عينيك يبقى فيها متعة هتخلي عينيك ترتقي للفن أكتر فدي أول نقطة في التخزية السريعة التخزية التحليلية أو المشاهدة التحليلية اللي أنا أفهم الكونسط بتاعة التصميم اللي أنا شفته يعني هنزل مثلا زي مثال بتاعنا بعمل براند عن القهوة أو براند عن مجموعة كافيات خاصة بالقهوة ونزلت مجموعة من الإعلانات لشركات أو لمصممين عاملين عن القهوة لازم أفهم الكونسط اللي سبانين عليه إيه أهدافهم إيه الألوان اللي مختارينها وليه مختارينها يبقى أنا لابدأ أعمل المشاهدة التحليلية قعد أعمل تحليل ما أشاهده هيغزيلك بصرية هتفهم الأهداف هتفهم أساسيات التصميم اللي اعتمدوا عليهم هتفهم فكرة التصميم نفسها فعشان كده بقولك افهم الكونسط الكونسط بتاع التصميم اللي انت عايزه فيبقى عندك مشاهدة سريعة تقدر وانت قاعد كده في أي وقت فاضي تتفرج مشاهدة سريعة على تصميمات على الإنترنت على بعض البرامج في التلفزيون في الطبيعة الحاجات دي كلها مشاهدة تحليلية هتنزل مجموعة التصميمات ومشارط برضو يبقى التصميمات اللي انت بتنزلها تبقى عشان انت قايم على مشروع معين لأ ممكن في وقت فراغك مصممين محترفين مثلا بتفهم الكونسط اللي بانوا عليه هذا التصميم بانوا عليه هذه الحملة الإعلانية وهكذا ودي مشاهدة تحليلية اللي هتخليلك فيه تغذية بصرية وبالتالي هنعكس على انتاج وصنعة الأفكار الأكثر إبداعا بإذن الله النقطة التانية أبحث عن الإلهام كل واحد مننا هو ملهم لنفسه وملهم للآخرين بس انت مين اللي ملهم لك انت ودي نقطة مهمة جدا جدا لازم تبقى عندك إلهام كان زمان كده لما تيجي تشوف الناس وتدرس التاريخ الإسلامي زمان والعلوم الإسلامية كان يقولك كل واحد يتبع شيخ معين ويروح ويسافر وراء بلده ويسافر وراء دروسه وغيره وغيره انت نفس الكلام انت كمصمم أو كفنان أو كفنانة ابحث عن الإلهام اللي هيفيدك دلوقتي بقت سهلة ما بقتش اللي انت محتاج تسافر وتروح لأ ممكن تبحث عن الإلهام اللي انت تتابع فنان معين أو مصمم معين بتكتسب منه الإلهام في التصميم بتكتسب منه الأفكار الجديدة عن طريق تحليل اللي انت بتشوفه منه عن طريق أفكاره عن طريق دروسه وغيره وغيره فدي أول حاجة في صناعة الأفكار أو صناعة الإلهام اللي انت يبقى عندك مصمم بتتابعه مش شرط مصمم واحد ممكن كتير طبعا عندنا مواقع كتيرة زي بيهانس وغيره وغيره بتلاقي فيها مصممين عالميين وعرب وفي مصممين عرب مبدعين جدا بقدر أستقي منهم الإلهام وبالتالي الإلهام يساعدني على إنتاج الأفكار تاني حاجة لو في مواقع ومدونات بتكتب بعض المقالات بعض الموضوعات عن الفن وعن التصميم أقدر أستقي منها الجزء ده بعض المواقع بتكتب عن التفكير خارج السندوق عن التفكير الإبداعي إزاي كله ده ده كله بيديني إلهام مش شرط الإلهام يبقى لازم يبقى إلهام خاص بمشروع معين أنا شغال عليه لأ أنا عايز يبقى الإلهام في المشاريع كلها يبقى الإلهام في حياتك يبقى live style هي دي الحياة بتاعتك اللي انت الإلهام على طول دائم معاك تالت حاجة عندي أبحث عن مجموعة اشترك فيها عن جلسة كل أسبوع كل شهر عن فصحة أو رحلة بقوم بيها كل ده بيساعدني على الإلهام اللي أنا شوفت الناس الحوالي هشوف مصممين آخرين ودلوقتي يعني السوشيال ميديا ساعدتني اللي يبقى فيه جلسات online زي الجلسة بتاعتنا على snap graphic كده زي جلسات خاصة بمصممين بيتقابلوا كل شهر online أو face to face كل ده بيخلي فيه إلهام بينهم وبين بعض وبيخلي فيه صناعة أفكاره الأفكار متجددة الشخص ده عمل كذا فهمت الconcept هو عمل إزاي فهمت إيه التوتشات بتاعته في التصميم وغيره فإبحث عن الإلهام تجد أفكار كثيرة تساعدك على صناعة الأفكار الإبداعية النقطة الثالثة بتاعتنا اللي هي العصف الزهني يعني إيه العصف الزهني العصف الزهني اللي أنا بعمل عصف زهني لعقلي يعني تفكير يعني زي بقولك تفكير كتير كتير على شرقة الله في بعض الشركات الكبيرة وإحنا بيننا وبين بعض لما الواحد معاه فرق في شركات وأنا مستشار في مجموعة من الشركات بعمل عصف زهني جماعي مثلا كل شهر أو كل يوم بعض الشركات بتعملها كل يوم بيبقى فيه الأرت دايركتور أو الكرياتف أرت دايركتور بيجمع الفريق اللي تحتينه من المصممين وابداوا يعملوا عصف زهني في المجموعة المشاريع اللي هما بيقوموا بيها أو في فكرة بيحط هو موضوع عام مثلا يقول لك حين هنتكلم النهاردة عن عن الحملات الإعلانية عايزين نعمل حملة إعلانية للأطفال ممكن ما يكونش مشروع قائم بس هو بيصير التفكير داخل المصممين اللي عنده بيصير العصف يقعد يأسف الأفكار لحد ما يبدأ يشتغل معاه في هذه النقطة فده العصف الجماعي العصف الفردي حضرتك وحضرتك كمصممين أو كمبدعين إن شاء الله اللي بتعمله مع نفسك اللي انت تقعد تفكر علشان كده بعض الناس لازم يبقى عندها زي كاشكول أو بلوك نوت أو غيره أو النوتس اللي على الموبايل بيسعيدها في العصف الزهني بيسعيدها في العصف الزهني اللي هي بتكتب الأفكار أي فكرة ديلك في العصف الزهني العصف الزهني مش شرط يبقى أنت بتتهيق بقى وتحط أباشرة بإضاءة معينة ومش عارف إيه لا مش شرط يبقى التهيئة كده ده تهيئة صح بس ممكن يجيلك في أي وقت عصف زهني أول ما تخرج الفكرة بتيجي على المستوى الليل من التفكير بتنساها لو لم تكتب فالعصف الزهني ممكن يجيلك في أي وقت وإنت سايق السيارة وإنت قاعد في اجتماع ممل مثلا بتلاقي لك جات لك أفكار عشان دماغك شغال عصف زهني مش منتبه للي أنت بتعمله فدي نقطة مهمة فالعصف الزهني فرديا لو أنت ممعكش مجموعة ويعني لو المصممين يجمعوا بعض ويعملوا عصف زهني شهري تبقى حاجة جميلة جدا أنا هحاول أعمل مشروع بإذن الله الفترة الجاية ليكو برضو اللي هعمل جلسة عصف زهني في موضوع من المواضيع الفن شهريا بإذن الله تعالى حدد لكم معايا التابع بس حسابياتي وأنا هعملها عصف زهني مبدع عشان نوصل للأفكار أكتر فهبدأ أعمل دي خلال العصف الزهني لازم تبقى عندك نقطتين وإنت بتكتب الأفكار اللي بتطلع لك من العصف الزهني بتاعك حط حدود ليك أنا مش شرط الحدود أو الناس ما تفكرش الحدود اللي أنا هقفل نفسي علشان أبقى محدود في الأفكار لأ حط حدود ليك في الإمكانيات المشكلة لما بيبقى عندك إمكانيات كتيرة بتحس اللي أنت تايه بمعنى أنت نزلت تصميمات كتير نزلت أفكار كتير فبالتالي بتلاقيك اللي أنت تهدد أنت مش عارف تعمل إيه أو تشتغل على إيه فيه فدي نقطة مهمة حط حدود لنفسك أنا عندي يوم أو يومين عامل عصر زهني هطلع منهم الأفكار بعد ما طلع منهم الأفكار وكتبتها أبدأ أحزف المعتاد المعتاد بمعنى اللي الناس سبقت عملته ده مش مبدع كده تصميم حد عمله قابلي تصميمات مشابهة للناس عملت هبدأ أحزف هذا المعتاد ودي نقطة مهمة جدا اللي أنا أحزف المعتاد بعد العصر الزهني يبقى أحط الحدود لنفسي في التوقيت أو الوقت في الإمكانيات المتاحة علشان كده الناس لما تيجي تلاقي فيه بعض المبدعين عندهم إمكانيات محدودة قوي وعلشان كده أبدعهم فكل ما كانت الإمكانيات محدودة أو أنت حصرتها على نفسك هتبدأ تطلع أفكار إبداعا أكثر وأكثر ويبدأ يصنع عندك أفكار مبدعة ندخل على الجودة للكمية ودي نقطة مهمة بعض المصممين بيخطأوا أو بعض الناس اللي شغالة في مجال الجرافق والفن بتلاقيه يهتم بالكمية اللي بيعملها كمية التصميم يعمل تصميمات كتير وغيره وغيره ولا يهتم بالجودة والجودة إيه فكرتها الجودة اللي أنت تعمل حاجات تبقى دقيقة في كل حاجة في المساحات في الخطوط في الفراغات اللي أنت سايبها في المحاذاة بين الكلمات وبعضها في المحاذاة بين الصور كل الحاجات دي ممكن يعني بعض الأشخاص أو بعض الفنانين يلاقيها بسيطة جدا مش مشكلة يعني الصورة مش محاذاية الصورة التانية العين للأسف في عين الإنسان مننا بيتجيب الوحش قبل الحلوة أول ما بطلقت بطلقت دي ممكن هو مش متخصص بس شاف الصور اللي أنت حاطتها مش محاذاية كويسة ما فيهاش جودة في الرؤية في الروزليوشن كل الحاجات دي هو فعلشان كده هتم بجودة ما تقدم وليس كميته يعني أنا ممكن أعمل للعميل تلت تصميمات أفضل من اللي أنا أعمله عشر تصميمات تلت تصميمات يكون بجودة يكون زي ما بقولوا كل حاجة فيها محسوبة وعلى الشعرة أحسن من الكمية هتلاقي أفكارك بتنحصر في مجموعة صغيرة بجودة أعلى وليس مجموعة كبيرة الأفكار بتاعتك متقطعة فيها بجودة أقل وشكلها مش إيه مش كويس كن طفلا ودي نقطة مهمة جدا جدا كن طفلا أفضل شيء تطلعه هتلاقي في الأطفال يعني الأطفال ما عندهمش حدود الأطفال ما عندوش زي ما بيقول ما بيخافش بيعمل أي حاجة هو جات على دماغه أول ما بتيجي فلازم دي تنميها داخل نفسك اللي أنت لازم تبقى عقلك عقل الطفل يعني أنا مش بتكلم اللي الناس تبقى مجنونة في الطفوليا لأ بس تستفيد من أفكار الأطفال وأفكار ما أيام ما كنا أطفال بتجي لك كده أفكار يعني مجرمة زي ما بيقوله عشان الأطفال مش همك حد فيها فكون طفلا ارجع للطفولة تاني هتلاقي اللي أنت تقدر تعملها علشان كده بمصح المصممين ما تقبرش نفسك قوي أنا مصمم والية لأ حاول اللي أنت يعني إيه تعيش في دور الطفولة شوية هتطلع أفكار كويسة راقب الأطفال ودي نقطة مهمة يعني لو عندك إخوات صغيرين عندك أبناء راقبهم هتلاقي بيطلع لك أفكار فراجهم على التصميمات بتاعتك هتلاقيه برضو بيطلع لك أفكار أو بيقول لك لأ ده ممكن نعملها كذا شوفوا الشخبطة بتاعتهم الشخبطة بتاعتهم دي جميلة جدا بتطلع أفكار منها فخلينا نرجع للطفولة تاني ننمي داخلنا التفولة علشان نوصل لجنون الإبداع ونطلع أفكار أكثر إيه إبداعا جرب واختأ التجربة والخطأ ودي نقطة مهمة جدا جدا وتجرب علم النفس كلها لازم تجرب وتخطأ جرب واختأ اللي أنا ما تكسبش ما تكسبش لما عمل تصميم والناس تنقضوا ويبقى مش كويس ما تكسبش اللي أنا بعمل فكرة جديدة بعض الناس المبدعين عملوا أفكار جديدة وبعد الناس شافتها قلتلك إيه لها بلدة بنفس الكلام يعني ما تزعلوش من الكلمة فانت جرب والخطأ هيعلمك جرب كتير واختأ كتير كل ما تخطأ كتير كل ما هتتعلم من خطأ ودي نقطة مهمة بعض المصممين بيستحي أو بيكسف اللي هو يخطأ علشان الناس ما تنقضوش علشان الناس ما تقولش عليه حاجة علشان المعامل ما يقولش لا أنا أنا مصمم عندي نسبة الخطأ 90% أو 100% ما فيش مشكلة هخطأ فيها بس اسمي جربت لو ما جربتش مش هتطلع أفكار وهي دي النقطة أنا ممكن أعمل تصممات ويطلع فيها أخطأ كتير في بداية حياتي بس جربتها بدأت أتعلم من الخطأ بدأت التصميم اللي بعده يطلع منه أفكار أكتر وأكتر وهي دي الحياة جرب ويخطأ هتطلع أفكار جديدة هتطلع أفكار إبداعية معايا ومعاك وقت للتأمل والهدوط ودي للأسف كتير من المصممين بيشتغل زي المكنة أنت مش مكنة ولا ترس وبالتالي بيحصل عنده جفاف في الأفكار الإبداعية بيحصل عنده خمقة بقى يتخنق بيحصل عنده اللي هو مش قادر يشتغل أصلا خلي فيه وقت للتأمل والهدوط والتأمل والهدوط أنا يعني عايزك تقعد تصفي ذهنك فترة من اليوم اللي انت يبقى ده الوقت اللي ليك وقت ليك يعني اعمل حاجات جديدة فرج على التلفزيون اخرج مع زمايلك قعد في كافي العب جيمز اي حاجة اعمل تأمل والهدوط يعني اعمل روحة نفسية لنفسك خلي عباء الحياة مش هتنتهي أنا عايزة أقول للناس اللي الحياة مش هتنتهي والشغل مش هيخلص الشغل مش هيخلص الشغل هيخلص لما بعد كده نروح عند ربنا ان شاء الله فكده الشغل خلص بس غير كده الشغل عمره ما بيخلص فلازم خلي وقت لنفسك وقت لنفسك اقعد على البحر لو عندك بحر اقعد اتفرج على التلفزيون اولا لعب جيمز اعمل اي شيء ابعث صدوق لنفسك اعمل زي ما بيقول كده رستارت لجهازك العقلي علشان الأفكار تيجي لو فضلت مضغوط مضغوط شغال 24 ساعة صهرت طول الليل انا بتكلم عن حياة المصمم اللي انا كنت بعيشها ومازلت بعيشها في المشاياة اللي بنشتغل فيها بس لازم ففترة كده بروح اعمل فصل خلاص فصلت زي بطارية الجوال فصلت شحن خالص لازم افصل شحن فده وقت للتأمل بابدأ اتأمل بابدأ اعمل هدوء علشان اوصل ليه افكار ابداعية جديدة علشان اعمل راحة نفسية لنفسي ودي نقطة من المقاط الجميلة اللي محتاجنها علشان يبقى فيه افكار ابداعية ودي اخر نقطة معايا ونصيحة اخيرة الافكار الابداعية لا تأتي تحت ضغط لو انت مضغوط 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 مش هجي لك افكار ابداعية هتلاقيك اللي انت بتصاب بشلل ابداعي او شلل فكري ونقطة تانية او نصيحة تانية لا تأتي عندما لا تستمتع بما تقدم لو ما استمتعتش باللي انت بتقدمه مش هيبقى عندك افكار ابداعية هتبقى موظف فقط تؤدي ودي مشكلة في مجال الجرافيك والتصميمات ومجال الابداع مثلا لو انت موظف بتؤدي ما هو مطلوب منك او كما يقال بعض الناس على قد فلوسهم دي نقطة مشكلة على قد فلوسهم دي مش هتبدأ اللي انت بتدور على الجانب المادي انا عارف اللي كلنا بتدور على الجانب المادي بس خد الجانب المادي باستمتاع هتبدأ توصل ليك الافكار اكتر واكتر نقطة اخيرة نسيت اذكرها او اذكرها تاني حاول يبقى معاك كشكول تسجل فيه اي فكرة جيلك مش شرط تبقى فكرة مرتبطة بالشغل بس فكرة جات لك لما شفت اعلان او ديرو هصور لكم الكشكول بتاعي هرفع لكم صورة مع الاسناب وعلى الصفحة عندي اواريكو انا كمية الورق اللي عندي في الكشكول ممكن تبقى نوتس صغيرة متجمعة من كذا مكان علشان افكار بتيجي وقتها بس تعمل النوتس بتاعت الموبايل كمان عشان برضو اي فكرة جيني وانا في الشارع مش معايا الكشكول بتاعي او ويرو ابدأ اكتبها ابدعو اطلق العنان لأفكارك وخلينا نتواصل في اي اسئلة على الاسناب معاكم النهاردة طول اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى دي حساباتي على حساباتي الشخصية بعد هذا اليوم هنتبع على الاسناب جرافيك على حساب الشباب الجميلة اللي استضافوني النهاردة باذن الله تعالى ونشوف صناعة الافكار الابداعية ايه مشاكلكم ابدأ ارد على الاسئلة وغيره وغيره وشوفكم على خير باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله ومعاكم هذا اليوم الجميل باذن الله والمبدع وجمعة جميلة مبدع للمبدعين جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته